كون الإنسان بيحمل فكر ملحد يعني بيحكي إنه ما في خالق ما في يوم حساب معناته هو ما في يوم حساب فمعناته هو بيعمل أي إشي ممكن لحتى يستمتع ويستلذ ويرضي رغباته وشهواته الإلحاد فكرة مش مش كول ملهاش علاقة بالعلم لا 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 أبدا هي تجني على العلم العلم أثبت بما لا يدع مجال للشك وجود خالق لهذا الكون فشو قدلتي على كلامي إنهم اغتالوا الرفيق الأخ الشهيد بإذن الله محيدين محمد خليل قطرة سعادة هو فكرهم الحادي يعني بدهم كل شي كل شي ممكن يقتلوا عشان الكل شي ممكن يزنوا يسرقوا ممكن يداعروا ممكن يستخدموا القرآن عشان إلى آخره شياطين هدول شياطين الإنس هدول أولياء الشياطين فيش عندي دليل عبد الله أبو فرحان أبو كفاح من مخيم البقعة المقيم فيه صفوط عند المسلخ ملحد منافق رح يعني يتحولوا الآن حاليا للدين رح يبلشوا يستخدموا الدين يضغطوا في الدين قتلوا أبوي وقتلوا أمان إبراهيم شلباي من العباسية من يافا كانت الصدفة القدرية تخيلوا كيف العمار بيدي الله بس كيف التخطيط بعد وفاتها كانت بعد سنة وشهر ويوم صدفة قدرية غريبة عجيبة لا ما فيه هنا منيجي بنحكي أنه التواريخ يعني ربنا ما بيأخذ الأعمار بتواريخ وكذا لا 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 هذا شغل شيطين الإنس اللهم إني أعوذ بك من شر حرفي على نفسي أو على عقلي أو على قلبي أو على جسدي اللهم إني أعوذ بك من كل شر تعلمه ولا أعلمه اللهم نعيم الدنيا والآخرة أشهد أن لا إله إلا الله هو أشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها أحيا وعليها أموت وعليها ألقى وجو الله الصوت اللي عم بيحكي هذا بعمر عشرين سنة قدم كذا حل بركة الببسي هذا الصوت عم بيحكي بأن القرآنك وعقلك هو خلاصك بأنه اللي أوقف التعليم هو ابن حرام اللي حبس النساء هو ابن حرام هو عقل شيطاني ماسوني صهيوني هيك بيختصار هيك بيختصار رئيسي عم بهدد وهدد عيسى قطيط هدد أنا دلال محيدين محمد خليل قطيط سعادة من مخيم البقعة المهاجرة الآن في أمريكا إلي ثلاث أشهر عم بطلب أحكي مع ابني مش عم يسمحولي أحكي مع ابني إنه تخيل ولوين تخيل ولوين الوحشية وقطع العلاقات إلي أكثر من سنتين ونص عم بسألهم عن الحالة الاجتماعية إذا تم الطلاق أو لا أنا حتى أقدم على إقامة في أمريكا وأقدر عيش وحشيتهم أنا مع عمري قبلت الإسرائيلية والفكر الصهيوني بصراحة إلا هو في أمريكا في الأردن عشت مع عمري حدا مسني ما حدا كذا وحشيتهم أنا بحكي أنا ما عانيت من الإسرائيل كحكومة ما عانيت منها أنا عانيت منهم مأساتي هم منهم أنا ما عانيت مع القانون أو الدستور الأردني معاناتي مع عبد الله أبو فرحان وجماعة اليسار المتطرف واللي تعاونوا مع اليمين المتطرف لضرب الوسط شو اللي بده يصير بالأردن الله يستر مخططين لأشياء طبعا مخططين هل إلهم يد باليصاب التفجير أو بالتفجير اللي صار ببيروت بأغلب الأحوال نعم ليش لحتى يبعدوا وسائل الإعلام والحديث عن العقل الشيطاني الماسوني الصهيوني اللي أوقف أول اسم أنزلوا الله لهو إقرأ باسم ربك بس